بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة هناك مدينة انتشرت فيها الفاحشة بشكل مرعب ويعني لدرجة أكثر حتى مما نشاهده في بعض الدول الإباحية كانت الصور الجنسية تنتشر على جدران المنازل أمام الأطفال كانت الدكاكين الإباحية تنتشر أيضا في هذه المدينة دعونا نتأمل كيف أهلك الله هؤلاء الناس وكيف أشار القرآن إلى ذلك بطريقة عجيبة إنها مدينة بومباي الإيطالية التي أهلكها الله تعالى قبل أكثر من ألفي عام هذه المدينة انتشرت فيها الفاحشة بشكل علني فأمطر الله عليهم حجارة ملتهبة قذفها بركان قريب بشكل مفاجئ ولم يستطع الناس حتى الهروب فغطى رماد البركان أجسام الناس وحفظهم وكأنهم أحياء ونرى في هذه الصور بعض من هذه المتحجرات ونرى تعابير العذاب والألم واضحة على وجوههم وكأنها وجوه حقيقية مع العالم أنه مضى على موتهم أكثر من ألفين عام الحقيقة هناك إشارة قرآنية رائعة قال تعالى ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون هذه الآية حيرت مفسرين سبحان الله يعني لو تأملنا تفسير أبن كثير نجده يقول قال ابن عباس المعنى لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم وقال الحسن البصري وقتاد لأقعدهم على أرجلهم ولهذا قال تعالى فما استطاعوا مضيا أي إلى أمام ولا يرجعون أي إلى وراء بل يلزمون حالا واحدا لا يتقدمون ولا يتأخرون وقال البغوي في تفسيره لو نشاء لجعلناهم حجارة وهم قعود في منازلهم لا أرواح لهم سبحانك يا رب تأملوا أن التفسير البغوي يقول أن الله تعالى لو شاء لجعلهم حجارة ليس فيها روح فقط أشكال في مكانهم المكان الذي ماتوا فيه الفي سنة مضى عليهم وهم يعني متجمدون في هذا المكان لا يستطيعون الحراك مع الألم أن الوجوه التي شاهدناها كأنها وجوه حقيقية ولكن هي حجارة طبعا لم يتبقى منهم شيء إلا الحجارة إن هذه الآية أيها الأحبة والله لتشهد على دقة هذا الكتاب العظيم وأن الله تعالى هو من أنزله وليس كما يدعي أولئك الملحدون أن هذا القرآن كلام بشر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر